أحالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى المدعي العام عددا من الأشخاص الذين ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من زيت الزيتون المخشوش كما قامت بنشر أسمائهم المؤسسة قالت في بيان لها إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من ضبط وإطلاف مائتين وخمس عشرة تنكت زيت زيتون مخشوش حيث تمت إحالة ستة أشخاص إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم كما نفذت المؤسسة زيارات رقبية على عشرين معصرة زيتون وتم فحص ثمانين عينة زيت زيتون في مختبراتها تبين أن أربع وخمسين عينة منها غير مخشوشة وست وعشرين عين منها مخشوشة